بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رجل الدولة الأول والحكومة المصرية ببالغ من الحزن والأسى ننعي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببالغ من الحزن والأسى ننعي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والأستاذ الدكتور مصطفى مجبولي رئيس مجلس الوزراء والحكومة المصرية في وفاة الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أيضاً برضو الوسط الفني طبعاً شاهد طبعاً في الأسبوع الماضي طبعا حالة من البؤس طبعا والحزن نتيجة لوفاة طبعا الفنانة القديرة والراحلة رجاء الجداون أما عن المستوى المحلي وخاصة في المنشاة والمراغة خالص التعازي للسيد النائب عادل شهاب الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة سهاج في وفاة ابن عم النائب وأيضا أخ النائب خالص التعازي لقال الشريف بالمنشاة تعازي مقدم من أسرة البرنامج إلى النائب عادل شهاب الشريف أيضا خالص التعازي طبعا إلى أساد اللواء وحيد تمام بعربة أبو دهب وكل آلة أبو فقير بالعربة في وفاة والدة سيادته أيضا خالص التعازي لآلة بداري بالزوك الغربية بالمنشاة سهاج في الزكرة السنوية الأولى لعمدة الزوك الغربية الفقيد العمدة حارس عمار بداري أما عن أهم اللافتات الإنسانية للبرنامج نهيب طبعا الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى النظر في العمل الخيري والإنساني من سيدة تبرعت بجزء من أرض في ملكيتها الخاصة لبناء مسجد لأهالي قارة السقرية بالمنشاة السيدة الفاضلة الكريمة كريمة المرحومة السيد أحمد بداري بالزوك الغربية وشقيقة المرحوم أحمد السيد بداري الشهير بالسايح وزوجة المرحوم العمدة شالبي عبد الرحيم علام عمدة السقرية بالمنشاة سهاجة وذلك بالنظر في البدء في بناء المسجد حتى يخدم أهالي القرية ونناشط طبعا أهالي الخير والمتبرعين في المساهمة في هذا العمل خير كما نناشط شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الدكتور الجليل أحمد الطيب شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر في عادة تشغيل مععد الشهول الأزهري الذي تم ضمه إلى الأزهر منذ فترة بعيدة ولم يتم العمل به والدخول في الدراسة حتى الآن حيث أن هذا المععد يخدم أهالي أهالي القرية وهو مطابق المواصفات القياسية لأبناء التعليمية نناشط طبعا الدكتور أحمد الطيب ومشيخة الأزهر في التدخل لحل هذا الأمر وعلى التشغيل المععد الأزهري بالشهول طبعا موضوع حلقة اليوم يعني هيتكلم بشكل كبير أو بشكل عام عن محافظة سهاج وحبيت أن أنا أخلي يعني الإسم العام للحلقة سهاج ما بين الواقع والمأمول بس هتكلم عن نفذة تاريخية بسيطة عن محافظة سهاج طبعا محافظة سهاج الاسم التاريخي لمحافظة سهاج سهاج نسبة لأواني فرعونية قديمة أما عن التنظيم الإداري والمركزي طبعا تتكون المحافظة من إثنى عشر مركزة وإثنتين عشر مدينة وسلسة أحياء وواحد وخمسين قرية رئيسية ومتين وسبعين قرية تابعة وتنحدر من تلك القرى الف ربعمية خمسة واربين عزبة أهم وأكبر المدن بها مدينة جيرجا من حيث الكثابة السكانية حيث تعد مركزا رئيسيا لمحافظة سهاج تحتفل محافظة سهاج سنويا بعيدها القومي في يوم العاشر من أبريل من كل عام وذلك الانتصار أهالي جهينة على الفرنسيين وذلك الانتصار أهالي جهينة لفرنسيين وذلك هو العيد القومي لمحافظة سهاج أما أهم الأثار في محافظة سهاج معبد رمسيس الثاني بأخميم معبد أبيدوس بالبليانة مسجد العارب بالله المسجد الصيني بجيرجا دير الأنبة شنودة أهم طبعا المشاهير سهاج منذ تاريخ محافظة سهاج طبعا أهم المشاهير رفاعة طهطاوي الإمام محمد مصطفى المراغي الشيخ القارئ الجليل محمد صديق الملشاوي شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي الأستاذ عباش شومان من علماء الأزهر جمال الغطاني الفريق يونس المصري قاد قوات الجوية الأسبق جلالة بوددهب الوزير السابق هشام الشريف الوزير السابق محمد نصر الدين علام وزير الرئي الأسبق المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق أيضا من الفن الراحل طبعا حمدي أحمد وجورج سيدهم والمغني محمد عبد المطلب وعبد العزيز محمود طبعا من الجانب الرياضة طبعا اللعب هاني رمزي برضو هتكلم برضو في موضوع الحلاء عن جامعة سوهاك طبعا جامعة سوهاك تم إنشاء جامعة سوهاك طبعا وفقا للقرار الجمهوري لسنة 2006 بعد أن كانت الجامعة تابعة لجامعة جنوب الودي فرع سوهاك طبعا زيدة لها كليات عديدة طبعا بعد القرار زيدة لها كليات عديدة مثل كلية الحقوق كلية الحاسبات والمعلومات وشاهدت جامعة سوهاك يعني طفرة تعاليمية كبيرة في عهد الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاك طبعا أيضا في عهد الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاك تم اختيار طبعا الجامعة للعام الثاني على التوالي ضمن أفضل تصنيف الجامعات العالمية من بين أفضل عشرين ألف جامعة واحتلت الجامعة طبعا المركز رقم 1878 في التصنيف الدولي للجامعات الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاك تم تعيينه بقرار جمهوري الدكتور طبعا خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أصدر قرار التعيين الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة حتى عام عشرين وواحد وعشرين طبعا الدكتور أحمد عزيز دكتوراه في المياه الجوفية المستشار العلمي لمحافظة سوهاك منذ عام 2013 وحتى الآن بس عايز أخد بس أهم الأخبار اللي حصلت في الأسبوع ده والأسبوع السابق في جامعة سوهاك من ضمن الأخبار جامعة سوهاك تطبق معايير الصحة والسلامة بالمدن الجامعية خطط مركزة لموازنة البرامج والأداء من قبل رئيس الجامعة بعض رئيس جامعة سوهاك تفقد لجان الامتحانات ويشيد بالانتزام بالطلاب برضو عايز أتكلم برضو في الحلقة برضو عن السيد المحافظ طبعا السيد اللي هو ضرق الفقه محافظ سوهاك لكن له بكل التقدير والاحترام بكل التقدير والاحترام رجل المحليات الأول في سعيد مصر القيادة التنفيذية الفزة في محافظة سوهاك طبعا استطاعت محافظة سوهاك أن تعبر مراحل كثيرة من المراحل المحلية وتفرأ في التنمية العمرانية شوارع المحافظة أحياء المحافظة شفنا ميدان العارف بعد تطويره في سوهاك ميدان الثقافة يعني الشكل الحضاري لمحافظة سوهاك تغير منذ أن وطأت قدم اللواء ضرق الفقي محافظة سوهاك بس عايز بس قبل مطلع فاصل أننا أخذ نبزة مختصرة عن أهم المناصب القيادية والشرطية والأمنية للسيد اللواء ضرق الفقي محافظة سوهاك تخرج من كلية الشرطة دفعة 84 عمل بكلية الشرطة من سنة 84 إلى 91 ثم سافر إلى إمارات دبي حيث عمل لمدة أربعة سنوات بوزارة الدفاع الإماراتية في مجال الرماية ثم عاد إلى مديرية أمن قنة حيث عمل ضابطا بها في قوات الأمن ثم تدرج في المناصب إلى أن أصبح مدير الإدارة العامة لرئيس قوات الأمن المركزي ثم مديرا للعمليات الخاصة ثم مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي ثم أخيرا لمحافظة سوهاك أخذ فاصل لاستقبال الضيوف واستكمال باقي الحلقة فاصل أهلا وسهلا بكم مرة أخرى لاستكمال باقي الحلقة في بداية الحلقة أحب أن أرحب بالسيدة اللواء محمد نوردين محمد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الصعيد شمال وسط الصعيد الخبير الأمني والمحل السياسي والاستراتيجي دج بالفضائيات الأول في القنوات المصرية والفضائية يعني حتى الإعلام العربي يعلم من هو السيد اللواء محمد نوردين أهلا وسهلا بفند المهدر شكرا شكرا كما أرحب طبعا بصديقي طبعا وزميلي الدكتور أحمد عبد سطار سابت مستشارة قانونيا للبرنامج ومقدما معي في البرنامج أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد أهلا وسهلا بينا أول السئلة اللي ممكن أتراحها طبعا على سيادة اللواء محمد نوردين طبعا أنا عايز بس نبزة عن حياة اللواء محمد نوردين تاريخه في النضال الوطني منذ أن يعني عمله بقطاع الداخلية فضل السبت اللواء أصدق التدرج الوظيفي تدرج الوظيفي متساعد ما تخرج فضل لفن طب الحمد لله أنا وأعوز بالله من كلمة أنا أنا تخرجت سنة 72 دخلت كلها سنة 68 اتخرجت سنة 72 والحقت بالعمل في الإدارة العمل الأمن المركزي قطاع ناصر اشتغلت فيه سنتين بخلال السنتين دولة تنتخرجت سنة 72 سنة 73 حدثت حرب أكتوبر المجيدة كنا بنتضرب طول السنة الأولى على القتال في المدن والدفاع عن الأهداف الحيوية وإحنا مش مصدقين إن إحنا هنحارب خلص مهم ساعة ما حصلت تتصغرق في 16 أكتوبر في ساعتها صدرت التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة بتواجد كتيبة من الأمن المركزي في بورسعيد في الإسماعيلية في السويس ليه؟ لأن الأهالي متهجرين والجيش عبر في الشرق واللي موجود في الغرب مؤخرات شؤون إدارية ومطابخ فكنا إحنا المنوط بينا الدفاع وكانت كاتبتي منوط بيها الدفاع عن مدينة الإسماعيلية الحمد لله كان تسليحنا تسليح بسيط خفيف تسليح مشاء البندقية الآلي وخزن كتير ونبلم للدفاع في المدن والقنبلة حسام مضادة للدبابات بتحدف بالإيد يعني مش أرب جي تضرب مع بعض 3 كيلو أو 2 كيلو بالإيد والكلام ده كله ولكن كان كلنا إيمان وعزم ووطنية أن إحنا لا يمكن يخش إسرائيلي جبان لمدينة الإسماعيلية إلا على جثتنا كلنا أو اللي فرط في كرامتنا يستحيل يستحيل وكنا في منطقة في مناطق مرشحة لعبور قوات إسرائيلية قدام بحيرة التمساح موجودين خلف حقول الألغام ومدينة الإسماعيلية كلها بمنشآتها وامتدت بعد كده لغاية الطريق كله اللي بيحكم بما فيك كبر العلو بتاع برسعيد دوت لغاية أبو صوير والحمد لله قدنا المهمة بنجاح وقعدنا لغاية ما حصل فضل اشتباك الأول ورجعنا يمكن في مارس الحرب كانت في أكتوبر ورجعنا في مارس كان طبعا كان سيام وكان رمضان وكنا بنبقى صايمين وكان اليهود بيضربوا وكانش يتطور بقى الطيران الليل كتير فكانوا بيحاولوا قبل المغرب بالذات يكسفوا الغارات جامل جدا جدا على المدينة واضربوا كل المنشآت وكنا نقعد نلف على قوتنا في كافة الأهداف الحيوية عشان نطمن حد مصاب نقدي المستشفى حد استشهد حد كذا كذا كناش بنفطر قبل الساعة 11 بالليل والحمد لله رجعنا منها كويسين معظم القوات اللي راحت رجعت واللي استشهد عند ربنا في الجنة بعد كده نقلت بقى لما جات عودة الحياة الطبيعية لمحافظة الإسماعيلية نقلنا الناس اللي دفعت على الإسماعيلية في الحرب نقلت لمدرية أمن الإسماعيلية راحت مدرية أمن الإسماعيلية أول سنة قوات أمن الإسماعيلية تاني سنة رئيس وحدة الأدالة الجنائية تاني سنة رئيس مباحث اسم البستان هو اسم أول إسماعيلية اللي كان بيشمل مدينة إسماعيلية بالكامل الحمد لله برضو ربنا وفقنا فيها وقدنا كويس ونقلت منها بقى على الجيزة قضيت فيها حوالي عشرين سنة في مباحث الجيزة تبقى كل يعني المجموعات بتاعت المكافحة كلها سواء مجموعات مكافحة المساكن سرقات المتاجر سرقات السيارات المتنوعة السيد سيد اللي هو مكالمة اكفية لسيد احمد رضوان مساعد حزب حمات وطن تفضلوا الزحمة مساعد نوريا فاني بتفضل السوت شوية بس افاني ممكن بس الصوت يعلمش شوية انا دكتور احمد رضوان مساعد رئيس حزب حمات الوطن اهلا وسهلا افاني اهلا بي انا قبل بس ما خش معاك في الموضوع الحلقة انا عايز اسأل بس عن دور الاحزاب السياسية في الانتخابات بتاعت مجلس الشيوخ او دور الاحزاب السياسية في الفترة الاخيرة يعني في الحياة السياسية في مصر فضل افاني والله احنا من يعني الاحزاب ككل دورها معروف في الحياة السياسية اه هي اساس الحياة السياسية تردد الحزبية ان يكون في كذا حزب موجودين على الساحة بيمثلوا الرأي ورأي الاخر بيدوا بيسنوا القوانين او بيساعدوا في التشريعات اللي بتاعت الدولة انها يتحقق احسن اه احسن الظروف للمواطن دي مهمة الاحزاب من خلال تمسانها في البرلمانات في البرلمان او في مجلس الشيوخ في الفترة الاخيرة اه احنا عندنا انتخابات مجلس الشيوخ اه فطبعا كل الاحزاب بيبدأت تعمل تحالفات اه منهم تحالف دعم مصر اللي الحزب عندنا واحد من المشاركين في التحالف اه وده تحالف بيدعم الدولة و اه وعلى ما اظن ان هو نزل يعني كان موجود قبل كده في الانتخابات البرلمانية واحنا عندنا تمسان برلماني حوالي 18 مقعات البرلمانية يا سيد احمد برضو انا شفت يعني في صعيد مصر طبعا اختيار طبعا قامات كبيرة طبعا يعني شفت ان الحزب طبعا حزب حموات وطن اختار طبعا السيد اللي وقاء خالد الشازي طبعا ممثلا طبعا للحزب في قينة تمام يعني انا شفت ان حزب حموات وطن ابتدى ان هو يعني يضم المسئولين وكبار رجال الدولة في الحزب بالزب اتفضل افن احنا عندنا يعني في الحزب عندنا برئاسة السري الجلال الهريدي عندنا اسامة معروفة جدا اسامة وطنية يعني بالنسبة التمانين في المية المرجعية ليهم عسكرية عندنا الفريج جلال الهريدي رئيس الحزب عندنا اللي هو اسامة ابو المجد هو نائب رئيس الحزب عندنا اللي هو فؤاد عرفة هو نائب الاول رئيس الحزب عندنا اسامة كتير وبلاس كده كمان موجود عندنا الشباب لان احنا واحد من اهدفنا هي تمكين الشباب في الحياة السياسية فعندنا النائب احمد زيدان وده اصغر نائب في البرلمان ده شاب عندنا مجموعة من الشباب انا مساعد رئيس حزب احمد الوطن وانا عندي تسعة وثلاثين سنة وده بيثبت ان الحزب بيحاول يمكن الشباب في الحياة السياسية اشكر طبعا لزيد احمد ردوان وان شاء الله يكون لنا لقاء طبعا ان شاء الله في البرنامج شكرا لزيد احمد ردوان مساعد حزب حمد وطن نرجع مرة اخرى للسيد لواء محمد نوردين نعم مرجع احمد بي انا عاوزين نعرف درجة الامن في حفظ الامن والتعامل مع المواطنين وحل المشاكل ودور الضباط صغار السن وتوجهات معليك ليهم في حفظ الامن والتعامل مع المواطنين بالدور المنوط ليهم في حفظ الامن تعقيب حضرتك انا اتنقلت من اسماعيلية للجيزة كنت انا عقيب مسكت في مناطق شعبية جدا جدا يعني اسم الجيزة واسم ولاد دكرور واسم الهرم 6 اكتوبر دي كانت نقطة طبعة اسم الهرم بتاعت الانشالس مسكت مدة كبيرة جدا في فرقة مباحث كان اسمها فرقة مباحث الغرب اللي هي جيزة بولاد دكرور الهرم وبعد كده مسكت رئيس مجموعة سراءات المساكن رئيس مجموعة سراءات المترموعة رئيس مجموعة مكافحة سراءات السيارات مفتش جراء المال ومفتش بعد كده للفرقة اللي انا كنت فيها الزابط صغير قبل كده الزابط الصغير خارج من الكلية بحماس حافظ كويس جدا جدا مهامه الوظفية متحمس لانه يعمل شغل كبير جدا جدا في دايرة نطاق لشاطه محتاج امانة من المستوات الاشرافية المختلفة انها تقعد معها كتير وتتكلم معها وتوعيه وتلقنه لان الحماس وتهيئ النتائج مش كل حاجة لابد انه يبقى عنده خلفية انسانية في روح القانون وانا بطبق القانون احنا وظيفتنا اصلا طبيعة وظيفتنا طبيعة مكروهة انا بنزل اجيب عسكري جيش هربان متخلف عن التجنيد واحد محكم عليه هارب واحد مطلوب للنيابة من وسط عائلته وبامشي انت متخاني الناس ممكن تحبني مش ممكن تحبني الا اذا كان فاهم ان انا الرجل انفاس قانون وانا بنفذ القانون انا براعي كل حول انسان وبراعي ان انا بغض البصل لما بخش البيوت وممدش مبصش على اعراضه مبصش على كذا واحنا عايزين فلان الفلاني مطلوب لجهة قضائية انا مريش دعوة روح القانون يعني سكت انا مش انا اللي حاكم عليه اذا كان عليه حكم غيابي مش انا اللي طلبه وده النيابة اللي عامل لطلبه انا مش خصم معاه انا جاي هنفذ القانون لان دي طبيعة عملي اذا عملت كده بمنتهى الشياكة وان انا بروح القانون وان انا ما خلش بواجبات وظيفتي ووصلته للجهة اللي طلبها خلاص اوكي محدش هشتكيني البعض من صغار الزباط لسه مش واخد على التعامل مع الجمهور فطبعا الاهلية اللي مطلوب دوت هينكروا في الاول وهيخافوا على ابنهم ويه ويه وساعات ناس تهب فيك وتعمل لو ما كانش عنده كياسة وظبط نفس والحاجات دي كلها ممكن يخش معهم في جدل سابوا مشكلتهم الاساسية ودخلنا في شاكوة ضد الزباط لتجاوزات فبضروا مسابقه للوظيفة لازم القيادات من رد بتمقدم وعقيد وعميد بتفهم تقعد مع الزباط الصغار ملازم اول والنقيب ده كل يوم تلقين وتوعية تلقين وتوعية تلقين وتوعية لان احنا لما كنا في الامن العام وكنا قيادات وكنا مديرين الامن ومساعدين ووزير كل معظم الشكاوي من سلوكيات والتصرفات الزبط صغير او فرد لسه حديث للعهد بالخدمة عمره ما بتيجي شكوى من مأمور مثلا ولا من مساعد مدير ولا من حد كبير نادرا انما الشكاوي كلها من صغار الزباط وصغار الزباط انا باعتبر ان هما مسئولية مستواتهم الاشرافية اللي عليهم ليه انا كان دايما حتى لما ييجي مأمور ويدليه ملازم تقدير متوسط ولا جاي تقول له ده مسئوليتك انت ده لسه جالك زي العجينة شكله انت شكله ازاي وصلت به وسبته لغاية ما يبقى متوسط او ضعيف ومش هيترقى واحتمال انه هو يتمدله سبته شهر تاني تحت الاختبار او يمشي ازاي ده مسئوليتك انت انك انت تخليه في اوجه عظمته وفي اوجه اداءه الشرطي وفي اوجه انه هو يبقى بيحقق نتاج كويسة جدا جدا وفي نفس الوقت ما فيه شكاوي ضده بيرعي وهو بينفذ القانون روح القانون وحقوق الانسان ده مسئولية القيادات ومسئولات الاشرافة المختلفة تجاه الزابط الصغير او الفرض حديث الخدمة وده ما عليك بيعتمد على تقديره للموقف في الموقف الحدث كل الناس عايزة تنجح الزابط عايزة تنجح وهو فاهم انه هو لما عايزي حقق نتاج كبيرة جدا جدا انه هو ده كويس في مستقبل وظيفة وفعلا كويس بسي ما بقاش فيه تجوزات ما بقاش ان انا استخدم ايديه باستخدم موخي خاصة ان احنا جهاز شرطة ايامينا بتكلم عن ايامينا مش عارف دلوقتي اعتقد ان فيه امكانات يستيئة كتيرة جدا تضافت كان مفيش تقريبا عندنا غير انك انت تنزل وتجيب المتهم وتدور لو ليه بصمة مفيش بصمة يبقى انت هتقرره هتقرره دي بتختلف فقا من ظابط لظابط لمناقشة جوية جيدة ودارس علم استجواب كويس جدا انك انت تسيبه في اخطاء وخطأ 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 لغاية ما يعترف او ان حد يستقدم معاه القصوة استقدم معاه القصوة اتعرض نفسك للنيابة العامة اتعرض نفسك للتفتيش والرقابة اتعرض نفسك للنقل والمجازاة وانت اصلا حسن النية لا قطر ايه لجوهنم مفروش من دقائق الحسنة فلا دي مسؤولة انا بقول دايما دي مسؤولية المستوى الاشرافي اللي منوض به توجيه الزابط وتوعيته وترقينه بصفة يومية ودوره في حل المشاكل مع المواطنين ودوره الفكري والقانوني وتعامله مع رجال القانون شوف لا في الزابط الزابط عندنا بيقاس بكمية المعلومات اللي عنده في دائرة نشاطه كمية المعلومات دي انا مضربش لو دعوة انا بعتمد على تعاون الجمهور تعاون الجمهور الجمهور دي ممكن اتعاون معايا لو شافني فضا غريز القلب ولكن لو شافني انا راجل بطبق القانون بنفس القانون لكن براعي روح القانون وراعي ان واحد انسانية هيتعاون معايا يمكن انا النهاردة نزلت بيتك زبط واحد مطلوب لجهة قضائية بس اتعاملت معكم بمتهى الانسانية ومتهى الادب ومتهى الزوء واخدته وديته والمخلص من جهة القضايا مشيته على طول انت بعد كده هتبقى ودني وعيني في المنطقة اللي انت فيها لو حصلت قضية انا منوت بي كشف هموضها وتايف التحريات فيها انت هترفع السماعة وتقول لي انت خدمتني قبل كده في ابني وكذا 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 الموضوع اللي انت شغلك وعملك ده اساسه واحد نين تلاتة اربعة والمتهم فيه كذا وهربان في الحيطة الفونية وابن كذا وابن كذا انا مش مرشد ومحب شباب مرشد لكن انا شايف ان العمل انا بقى دي ده لصالح ولادنا احنا والشباب نحنا صالح المجتمع صالح المجتمع فيه خبر اه حبيت انوه لي اعلن اللواء طارق الفئي محافظ سهاج عن تنفيذ اربعتاشر الف وتلتمية وتلاتة مشروعا بقيمة اجمالية قدرها مليار وستمية خمسة وستين مليون ومية وستين الف وذلك ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية برنامج مشروعا وصرح المحافظ ان تلك المشروعات ساهمت في توفير تمانية وعشرين الف وسبعمية واثنين فرصة عمل لشباب ابناء محافظة السهاج وذلك في اطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لابناء المحافظة ودعا الفقي الشباب للاستفادة من خدمات برنامج مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيارة مقرات المشروع الموجودة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة موجها بتقديم كافة اوجه الدعم ومساعدة المواطنين المترددين على المقرات نشكر المحافظ طارق الفقي على مجهداته في محافظة السهاج والنائب المحافظ الدكتور أحمد سامي القاضي ونشكر طبعا اللوة محمد نور الدين ضفنا قامة وقيمة أنا عايزة علق على المشروعات وتعقيب حضرتك على الخبر المشروعات اللي بعملها السيد المحافظ في السهاج المشروعات دي كلها بحجم العمالة اللي مكتوبة بحجم الانفاق اللي فيها ده بيوفر فرص عمل للشباب بيوفر حياة كريمة بيحمي شبابنا من الانخراط في الأفكار الدينية المتطرفة اللي ما أنزل لها بها من سلطان لأنهم دايما بيسعوا للفقراء طبعات المهمشة والفقيرة ويقعد يقول له أنت أهلك صرف عليك في الجامعة صرف عليك في سنة وتخرجت لك قاعد جنب 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 عيلتك في البيت ما بتشتغلش ما بتعملش تعالا نصلي يمكن ربنا يكرمنا تعالا كذا كذا لغاية ما يشاهله المدفع وإضربنا على طول كون أن أنا بوفره فرص عمل كده في نطاق هناك في محافظته عشان خاطر نوع برضو نزوح محافظات السعيد وشبابها على مصر وإيه توسعوا في العشوائيات اللي كان موجود اللي الدولة بتحاربوا دلوقتي كون المشاريع دي بالحجم ده وبتعد المليار في الانفاق وبتوفر فرص عمل للشباب ده شيء طبعا يشكر عليه جدا سيد محافظ واشكر عليه السيد رئيس مجلس الوزر يشكر عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باللي هو بيوجه بيتوجيه المشاريع دي في كل المحافظات بحيث أن يستفيد منها جغرافيا السبع عشرين محافظة ما بقاش كل التنمية في القاهرة وجيزة واسكندرية بس في خبر تاني معليك بالنسبة لجامعة سهاج وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سهاج مع مؤسسة البنك التجاري الدولي سي آي بي وذلك لتطوير وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بالمستشفى الجامعي بتكلفة ستاشر مليون وتممية وسبعين ألف وقال عزيز في تصريحات صحفية في يوم الإسنين الموافق 22 يونيو 2020 أن الجامعة تتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي وغيرها من مؤسسات المجتمع من أجل دعم المستشفى الجامعي الذي يتحمل لعبء الأكبر لتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد الأخرى مش محافظات السهاج بس محافظة السهاج محافظة الصعيد الأخرى كما أكد سائلته أنه ضبقا للتفاقية سوف يجري توريد 26 مكينة غسيل كلوي حديثة لوحدة الأطفال بالمستشفى وأيضا تجهيز 21 سرير عناية للحالات الحرية وشراء سلاس أجهزة تنفذ صناعي متنقل للأطفال و16 مضخة كهربائية وأيضا إنشاء محطة لمعالجة المياه بنظام الضخ المركزي للبيكربونات سي دي اس بتكلفة سعة سبعة ملايين جنيها والذي يعمل على تقليل نسبة العدوى الميكروبية بين الأطفال المصابين بالفشل الكل قطعا طبعا للخبر الدكتور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سهاج في اتصال هاتفي اتفضل يا معالي الدكتور هلو اتفضل يا معالي الدكتور معاليش أنا ما سمعتش حدك السؤال بزي طب أنا أسأل أسأل معاليك طبعا جامعة سهاج طبعا في عهد معاليك طبعا شهد الطفرة طبعا تعليمية كبيرة شوفنا طبعا في التعامل في موضوع فيروس كورونا كيفية التعامل مع الطلاب يعني عايزين بس رسالات بس طمأنين طبعا كيفية التعامل مع الطلاب في الفترة بعد كورونا الامتحانات الفرق النهائية الجامعة يعني الجامعة بفضلك طبعا وبفضل طبعا كل أستيزة الجامعة العمل الثاني على التوالي طبعا تبقى من ضمن أكبر من ضمن أفضل تصنيف الجامعات اه من بين افضل عشرين جامعة عشرين الف جامعة عالمية في التصنيف العالمي. اتفضل يا دكتور. انا ماشكوا. هذا جتن طبع من تحيات الهدى كل استادة المشاهدين. في خليك احنا. اللي هي النهاردة احنا ثالث يوم في المتحانات الجامعة. اه النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الطلابة لعشان اه بدأنا في الكليات الحروب والتربية الرئيبية والكليات اللي هي ذات العادات الكبيرة. الحمد لله احنا كنا مستعدين للتحانات بشكل كباز جدا. اه من حيث تعقيم اللجان وتوزيع اللجان ومتأكيد على التباعد ما بين الطلاب. اه دارة طبية اللي وقفها علشان. اه ديش درجات حرارة للطلاب. عندنا لجان عزل للطلاب. اه الحقيقة عندنا كمان المكان بنعزل فيه الطلبة لو اي حد او اه مصاب او فيه شك في حاجة. اه المدينة الجامعية الحمد لله احنا قبلنا كل الطلاب اللي كانوا اه متقدمين للسكن في مدينة الجامعية حتى لو ما كانوا شكينة في كده. ومع اجراءات احترازية شيء زي جدا في المدينة الجامعية. وتوفير واجبات والاة وطبعا الاقامة وكل المستلبات الاجراءات احترازية من حيث نظافة الاكل ومساس التأكيد على الاكل وجودته. بل هي الجامعة الحمد لله انا هم يوجود سكير جدا في هذا الوقتار. اما حدك بالنسبة للتصنيف ودور الجامعة هي يعني انا يعني فائد جدا اللي يكون معي مجموعة زملاء بشتغل معي للمهارة عشان نطور الجامعة ونحسن من ادارنا. الحمد لله يعني الجامعة من الجامعات الجامعة التي تفضلت كده من احسن الجامعة في اطريقي على العام التين. احنا كمان من ضمن افضل افضل الفين جامعة كمان. مش الف جامعة كمان على مستوى العالم. صحيح. دخلنا في تصنيف سنانية مرتين متساريتين. كنا ابطل جامعة مصرية في النشر العلمي في العلم الفيديائية وعلم الهباسة وعلم الكمبيوتر. وده تطور كبير جدا لجامعة السواج. رغم ان عمر الجامعة مش مش كبير. انما مقارنة بجامعات تانية. اعتبر تصنيف كراز جدا. عندنا نهضة انشعية. ما حصلتش في تاريخ الجامعة. خير عندنا دوات اكثر من ستاشر مشروع انشائي تتم على تجامعة السواج. بتكلفة تنصل الى واحد ستة وان عشر مليار جنيه اه مصري. عندنا مستشفتين دلوقتي بنشتغل فيه. مستشفتين جدد. مستشفة اه في سواجة جديدة. من الكلمة ان شاء الله ورايب جدا. يعني خلال شهور قليلة هنستغل مستشفاتي. بصدقة تتين وخلصين كليل. وعندنا مستشفة جديد لسه بنبني فيه. ده ننشتغل فيه. دلوقتي مع احدا الشركات الانشائية. ان شاء الله هنسلمونا خلال تمنتاشر شهر. يا معالي الدكتور استازم بس ستك. طبعا احنا معنا في الحلقة النهاردة ست لواء محمد مولدين. مساعدة الداخلية الاسبق لقطاع شمال وسط الصعيد. هو عايز يوجه طبعا سؤال. اه طبعا. اهلا بيك دكتور اهلا بحضرتك يعني جامعة سواكتر عمرها معروفة يعني بالريادة على مستوى جامعات الواجه العبلي وعلى مستوى جامعات مصر كلها. وكلام اللي ساتك تفضلت بيه وقلته بالنسبة للمدر الجامعية والاجراءات الاحترازية سواء في الاكل او في المعيشة او العاجة دي كلها بتلقي بعبء كبير جدا جدا على ما عليك. ولكن سيادتك قدها ودود. والتقدم المركزي ليها في تخصصات نادرة ده شيء يشرف مصر كلها. وسهاج طول عمرها. اهل سهاج دائما الناس اقوله متفتاحة ومتنورة. والجامعة هي اللي بتبقى الشعاع الحضاري للمحافظة كلها. فنرجو من سيادتك زي ما اه الجهود المبزولة في الحضانات وفي المكافحة كورونا وفي مكافحة كل الامراض الاخرى المزيد من هزه الامراض. كلام حدك طبعا مضغوط شد اللي هو تماما وانا بأكد عليه حدك المستشفى السواج الجميع اللي هي عليها عبن جدا. اه لانها بتستقبل حلقات مش بس على مستقبل محافظة السواج النوع على مستقبل حتى بمستقبل الواجل ايه بكله. اللي هي احنا دلوقتي حتى في الكورونا هي المستشفى السواج الجميع المستشفى الوحيد اللي بشتغل احتقال وطوارئ دلوقتي بعد تحويل معظم مستشفى السواج للعزل. وبالاضافة كده كمان عندنا مستشفى عزل داخل الجامعة. انا بشتغل بط في الاتجاهين. اللي هي زي انك تفضلت احنا السنة دي عاملين اربع مشروعات جدد داخل مستشفى الجميع. يعني ان شاء الله يعني دول هي عياملوا طفرة كبيرة جدا في المجال التجميع. يا دكتور احمد. يا معادة الدكتور طبعا السازم طبعا معليك طبعا للدق الوقت. احنا طبعا في حفل طبعا احنا بنقدم طبعا لمعليك طبعا بالاشتراك مع قناة الصحة والجمال وبرنامج درع طبعا. اه هنقدموا المعليك طبعا على الهوى يعني بعد الفاصل. اه لمجهوداتك طبعا اللي بزلتموها في جماعة سواج وحضرتك طبعا المسشار التعليمي المسشار العلمي لمحافظة سواج. طبعا برضو هنكرم السيد الوقت لرق الفقه محافظة سواج. برضو هنكرم السيد الوقت محمد مردين. برضو هنكرم طبعا الاساز الدكتور محمد سامي القاضي نائب المحافظ. طبعا انا اشكر معليك طبعا على المدخلة التليفونية ونأمل طبعا في الحلقات القادمة ان تكون معنا. فضل دكتور. اشكرا جدا وسهل جدا بالتواصل مع عزتك. وان شاء الله نشكر معليك يا دكتور. وان شاء الله بإذن الله ان نكون في حلقات اخرى مع بعض بإذن الله. وانقدم الدرع لحضرتك بإذن الله. طبعا انا السيد طبعا الضيوف طبعا السيد السيد الوقت محمد مردين. السيد الدكتور رحمد عبدالسطار. هنطلع فاصل بس عرض التكريم. فاصل لعرض التكريم. ارجع مرة اخرى للتكريم. طبعا اسرة برنامج الرأي الاخر بالاشتراك مع قناة الصحة والجمال. طبعا بتقدم دروع طبعا زي ما انا قلت عبدالفاصل للسيد المحافظ. نائب المحافظ. لأستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة. السيد اللواء محمد نوردين مساعد وزير الداخلية الأسبق. طبعا اسرة البرنامج. انا يعني اسمحوا لي ان انا سميها. طبعا احنا هنفوض طبعا لأستاذ مالك بداي يموصق عامل علاقات الخارجية للبرنامج. ان هو يسلم درع السيد المحافظ ودرع السيد رئيس الجامعة ودرع السيد نائب رئيس الجامعة للسادة المذكرين اسمعه. طبعا برضو في قصة البرنامج معنا الدكتور احمد عبدالسطر سابت مقدم ومزيع من شرق ونين البرنامج. طبعا الخارجين طبعا استاذ محمد سلامة. الاستاذ محمد الفراج كحلاوي. دي كل قصة البرنامج. هنبدأ باول تكريم لطبعا دي ما بزلوه طبعا من مجودات في خدمة طبعا المواطنين وفي خدمة جمهورية مصر العربية وفي خدمة هذا الشعب طبعا وفي خدمة هذا الوطن. هنبدأ طبعا بالسيد دلوقع محمد نور الدين بس قبل ما نبدأ بالسيد دلوقع محمد نور الدين هنجيب بس الامورة طبعا في ريال آآ مالك بداري هتقدم له بس يعني لمحة بسيطة من بوكيه وارد. تعالي تفضلي. اهلا 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 اه يتسلم هذا الدرع بالنيابة عنه الأستاذ مالك بداري وفيه درع للدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة السهاج ويتسلمه طبعاً الأستاذ مالك بداري بتفويدنا ليه لأنه هو يقدمه وإن شاء الله هنكون معاه ويقدمه بإذن الله للمحافظ وفيه درع للدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سهاج محدش عارف تكلم مالك بداري بعد جسد يتسلمه طبعاً الأستاذ مالك بداري يتسلمه أستاذ مالك بداري سلاسة دروع طبعاً مقدمة من قرارة الصحة والجمال ببرنامج الرائع الآخر يتسلمه أستاذ مالك بداري طبعاً أنا عايز أنوه بس عن خبر طبعاً السيدة المحامين طبعاً إحنا الدكتور أحمد عبدالطار سابت طبعاً رجل طبعاً محامي وقانوني السيدة الوقت طبعاً محمد نور الدين برضو رجل القانون الأول المستشار عمر مروان وزير العدل قال إن فيه منظومة التقاضي عن بعد منظومة التقاضي عن بعد ستجعل المحامي يرفع الدعوة من مكتبه دون الذهاب إلى المحكمة مشيراً أن هذا الإجراء تم بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال الوزير أن الوزارة بدأت الخطوة الأولى على الطريق في تقديم الدعوة القضائية عن بعد وتابع في 15 يوليو ستجرى أول تجربة برفع الدعوة القضائية عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة بمحكمة القاهرة الجديدة الكلية فيه واحد برضو حتى لا يفوتني عن الخبر عايز بس أن أنا أقدم له تهنيئة بسيطة يعني هو زميل وصديق طبعاً محترم وفاضل هو عيد ميلاده وعيد ميلاد ابنه في شهر يوليو طبعاً تهنيئة مقدمة من قصة البرنامج الأستاذ أيمن رشاد الأمير فرغالي وإلى ابنه محمد بمناسبة عيد ميلادهم طبعاً قبل منهي طبعاً الحلقة عايز بس أن أنا طبعاً أشكر كل القائمين بقناة الصحة والجمال السيد طبعاً رئيس القناة العاملين موديل البرامج السوشيال ميديا الأستاذ نصر الشاهد الأستاذ محمد الملكي الإعداد الأستاذ وليد الكنترول الأستاذ سيد نجيب كل العاملين بقناة الصحة والجمال أيضاً كل الشكر والتقدير إلى طبعاً ضفنا المحترم السيد اللواء محمد نور الدين للإستضافته طبعاً في هذه الحلقة كل الشكر طبعاً الأستاذ مالك بداري طبعاً نصق العلاقات الخارجية والمجهود الكبير اللي بيقوم بيه خارجي للبرنامج في التنسيق طبعاً مع المسؤولين مع السيد المحافظ مع كبار رجال الدولة وطبعاً إحنا نأمل أن الأستاذ مالك أن يجيب لنا ضيوف طبعاً كسرين طبعاً بعلاقاته الخارجية طبعاً أنا أستازم بس كل الحاضرين لأن أنا ما عنديش غردية بس وعني وافصل مناشدة طف عجلة سريعة وننهي بعد إذنك بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية طحية طيبة وبعد مقدمة لسياداتكم منسقين حملة الميستير والدكتوراه مختلف الدفعات بجميع أنحاء الجمهورية الموضوع إيماناً منا بتقدير سياداتكم للعلم والعلماء ودعموكم للشباب وانطلاقاً من حرصكم على الأرمال الإداري وتصحيح ما يشوبه من عوار وحرصاً نحن منا حملة الميستير والدكتوراه على النهوض بمصرنا الحبيبة في شتى المجالات والقطاعات خاصة بعد وجود عاجل شديد للموظفين بجميع القطاعات الحكومية بجهاز الإدارة الدولة لذا نرجو من سياداتكم التكرم بإصدار قرار بقانون لتعيين الميستير والدكتوراه من دفعة 2015 حتى دفعة 2020 أستاذناك طبعاً أستاذ أحمد شكراً ديوف الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر في برنامج اللقاء الآخر سلام الله ورحمة الله عليكم جميعاً